اكتشاف المهم خلال هذه الفترة هو وجود مكان بالقرب من مصانع أو ورش صناعة الفخار والدمة الطينية يوجد مكان عام أو ما أشبه بالحانة موقع لقش أو تلول الهباء هي مدينة سومرية وحاضرة سومرية مهمة يرجع السكن فيها إلى 1900 قبل الميلاد أسسها الملك السومري أورنانشة عام 1900 قبل الميلاد وتعاقب عليها عدة ملوك سومريون مقسمة لقسمياً هي قسم الأول يحتوي على غرف ودكاق لتناول الطعام عليه أما القسم الثاني وهي عبارة عن باحة لتناول الطعام في الهواء الطلق كذلك يحتوي على جرتين الواحدة داخل الأخرى تستخدم لحفظ الأطعم والسوائل وتعمل عمل الثلاجة في الوقت الحاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر